السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم الاسطار الرابع في هذا الفيديو سوف نتطرق لهذه تقوم بعرض لنا لحالة التاسكات التي نقوم بها على سبيل المثال عند بداية التاسك أريد أن أقوم بعرض تخبروني بأن هذا التاسك سيبدأ بالتنفيذ أيضا عند نهاية التنفيذ أريد أن أقوم بعرض نوتيفكيشن تخبرني بأن هذا التاسك تم الانتهاء منه بنجاح وطبعا طريقة عرض النوتيفكيشن على حسب السيستم الذي نقوم باستخدامه سواء ماك لينيكس أو ويندوز إذن أنا سنرى هنا في اللينيكس كيف تظهر لي النوتيفكيشن وطبعا في الويندوز والماك تختلف من أوبريتن سيستم إلى آخر يعني الغلب نوتيفاي هاته بدون حاجة إلا أنني آتي هنا على هذا الترمينول وأرى هل تم تنفيذ هذا التاسك أم لا فقط مباشرة سيتم معرض لي هنا نوتيفكيشن طبعا كما قد على حسب الأوبريتن سيستم أنا هنا سوف أتظهر لي هنا في الأعلى إذن تخبرني ب أو تعطينا النوتيفكيشن على حالة التاسك الذي نقوم به إذن أولا نحتاج إلى أننا نقوم بتسطيب هذه البلاغين عن طريق هذا الكوماند هنا إذن نعمل copy نعمل هنا run لهذا الكوماند بعدها سوف نحتاج إلى عمل require لهذه البلاغين بعدها سوف أتي على سبيل مثال هنا في هذا التاسك ستايلز أريد هنا عند الانتهاء من هذا الستايلز يتم معرض لنا هنا نوتيفكيشن إذن هنا سوف أستخدم النوتيفاي وهنا مثلا galp task الذي اسمه هنا ستايلز completed successfully أو ممكن مباشرة هنا أقوم بوضع مثلا هذا الرمز إذن بعد أن يتم تنفيذ هذه التاسك بنجاح إذن سيتم معرض لنا هذا النوتيفكيشن إذن نرى كيف سيتم معرض لنا هذا النوتيفكيشن الشيء الثاني مثلا أريد أن أقوم بإضافة نوتيفكيشن آخر نأتي هنا على الواتشور إذن عند بداية تنفيذ هذا الواتشور أريد أن نقوم بعمل نوتيفكيشن إذن نأتي هنا نعمل نوتيفاي وطبعا نلاحظ هنا عندما نكون عندما نكون نعمل على التاسكات سنقوم باستخدام الـ .pipe بينما هنا في عملية الواتش هنا لن نقوم باستخدام .pipe وبصرة نقوم باستخدام هذه إذن هنا نوتيفاي هنا لدينا أو لدينا هذا لدينا هذا النوتيفكيشن هنا إذن بهذا الشكل وهنا لن نسى نقوم بعمل هذه الميطود حتى يتم تنفيذ لنا هذا النوتيفكيشن أيضا سوف نقوم بإضافة نوتيفكيشن ثالثة على سبيل المثال هنا إذن سوف نعمل عن يعني في حالة سنقوم بإضافة نوتيفكيشن إذن هنا سيكون ندينا نوتيفاي هنا قلب ونقوم بكتابة اسم التاسك إذن لدينا هنا ستايلز will start مثلا إذن المفروض الآن عندما نقوم بعمل سيتم تنفيذ لنا أول نوتيفكيشن هذا الموجود هنا طبعا هنا لا ننسى الright بعدها إذا قمت بالتعديل على هنا مثلا على أي كود هنا في الساس إذن سيتم عرضنا هذه النوتيفكيشن هنا وبعد الانتهاء من تنفيذ هذا التاسك ستايلز سيتم عرض لنا هذا النوتيفكيشن الموجود هنا إذن سنقوم بعمل غالب واتش إذن كما نلاحظ هنا هذه طريقة عرض النوتيفكيشن في أوبعنطو أو اللينيكس إذن نلاحظ هذا أول النوتيفكيشن تم عرضه لي الآن سأذهب وقوم بالتعديل هنا مثلا على اللون الـ مثلا هنا أجعله يلو إذن كما نلاحظ هنا ندينا غالب تاسك ستايلز ويل ستارت وأيضا تم عرضنا النوتيفكيشن الثالث وهو غالب تاسك ستايلز كومبليتد إذن نقوم بالتعديل مجددا إذن هنا رد إذن تم تنفيذ بالستارت إذن هنا تم الانتهاء من تنفيذ هذا التاسك ستايلز إذن هذه طريقة عرض النوتيفكيشن كما قلت وهي تختلف من أوبريتن سيستم إلى آخر إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح نلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر